اهلاً وسهلاً بكم من جديد معكم بدر الخنبشي في دورة إدارة المتطوعين في المنظمات غير الربحية اليوم سنتحدث عن عنصر مهم من عناصر إدارة المتطوعين ألا وهو استقطاب وتسكين المتطوعين ابتداءً ماذا نقصد بالاستقطاب؟ الاستقطاب يجاوب على سؤالين مهمة كيف نستطيع الوصول إلى المتطوع؟ وكيف نستطيع جلب المتطوع إلى المنظمة؟ لكي نستطيع تحديد أدوات الاستقطاب اللازمة لا يبد أن نجاوب على أربعة أسئلة مهمة أين نجد المتطوع؟ قبل ذلك نحدد ما هي الشريحة المستهدفة بالمتطوعين أو ما هي الشريحة المحددة؟ كيف نستطيع استقطاب المتطوع؟ وما هي وسائل الجذب الخاصة لهذا المتطوع؟ نأخذ على ذلك مثالين المثال الأول إذا كانت لدينا فرصة طوعية طبية خصوصية فنحن نبحث عن أطباء أين نجد الأطباء؟ عادة ما نجد الأطباء إما في الكليات الصحية داخل الجامعات أو في المستشفيات كيف نستطيع الوصول لهم أو ما هي أداة الاستقطابة المناسبة؟ كلما كانت الشريحة الخاصة بالمتطوعين محددة أفضل الوسائل لاستقطابها هي الوسائل المباشرة يمكننا إرسال رسالة مباشرة إلى عميدة الكلية أو يمكننا زيارة المستشفى بشكل مباشر أو غير ذلك من الوسائل المستخدمة بشكل مباشر لاستقطاب وتفعيل المتطوعين ما هي وسائل الجذب؟ غالبا ما يبحث هذه الشريحة عن ما يثبت خبرتها ولذلك إن استخدام شهادات الخبرة في العمل التطوعي أو شهادات الشكر والتقدير المنضوية على عدد ساعات العمل التطوعي تعد وسائل مهمة لجذب هذه الشريحة من المتطوعين ماذا إذا أردنا أن نستقطب شريحة الشباب على وجه العموم؟ شريحة الشباب أين تتواجد؟ تتواجد في كل مكان ما هي أداة الاستقطاب المناسبة؟ قد يكون الإعلام الجديد والسوشيال ميديا أحد الوسائل المهمة للوصول لهذه الشريحة واستقطابها أو قد يكون عن طريق المشاهير وإعادة التغريد أو نشر البوستات في الفيسبوك والانستجرام هذا يساعدنا على استقطاب هذه الشريحة بشكل أكبر ما الذي يدفع الشباب عادة للتطوع؟ أو ما هو المحفز الذي نستطيع من خلال استقطاب المتطوعين؟ على سبيل المثال نستطيع القول أنهم يبحثون عن التكريم والتقدير فقد يكون تكريم المتطوع خلال حفل السنوي أحد وسائل جذب المتطوعين لهذه المنظمة أو طبيعة نشاط المنظمة بنفسها هذه الوسائل جميعا تساعدنا على استقطاب المتطوعين لكن قبل أن يبدأ المتطوع بعمله لابد أن نتأكد من تسكين المتطوعين ماذا نقصد بتسكين المتطوعين؟ هذا ما سنكتشفه الآن تقوم المنظمة عادة بإجراءات التسكين للتأكد من أن المتطوع مناسب للفرصة التطوعية عادة ما يأتي عدة مرشحين للمنظمة للفرصة التطوعية أو تقوم المنظمة باستقطاب عدد من المرشحين لهذه الفرصة لذلك لابد من إجراءات المقابلة والتسكين في المقابلة الشخصية عادة ما يقوم منسق التطوع أو المشرف على الفرصة التطوعية بعاب المقابلات الشخصية مع المرشحين لهذه الفرصة تتم عادة إما من خلال الهاتف أو من خلال المقابلات الشخصية يتم السؤال في المقابلة الشخصية على عدة أمور الأمر الأول ما هي دوافع المتطوعين من التطوع في هذه الفرصة التطوعية لماذا تريد أن تتطوع النقطة الأخرى ما هي المهارات والخبرات السابقة للمتطوع حتى نستطيع التأكد من مناسبة المتطوع للفرصة التطوعية كما أنه يمكننا التحديد إذا كان المتطوع بحاجة إلى أي تدريب إضافي حتى أن يقوم بهذه الفرصة ويتمها على الوجه الأمثل النقطة الثالثة هي التأكد من الخلفيات السابقة للمتطوع حتى لا نقع في أي خطر لا سمح الله مستقبلي ولكي تتم الفرصة التطوعية على أكمل وجه بعد أن أتممنا دائرة التدريب والتأهيل ننتقل إلى الدائرة التالية في إدارة المتطوعين وهي الإشراف والتوجيه هذه الدائرة مختصة بالمشرف المباشر على المتطوع الذي يقوم بالإشراف عليه أثناء تأديته إلى العمل التطوعي ويقوم بالتأكد من أن المتطوع يقوم بالعمل على الوجه المناسب والمساندة في إجابة على أي استفسارات أو مساندة أو تأهيل يحتاجه المتطوع لكي يتم عمله إن وجود المشرف وقيامه بأدواره المنطبة تساعد على إثمام المتطوع للفرصة على الوجه الأكمل والأمثل